نطلع من ذا بإيه؟ يقولون أن الضرر بهذا الوصف يجوز إطلاقه على الله سبحانه وتعالى لأنه في حقيقته هو ضرر لمنافع اللي هو في المآل اللي هو في المآل ولا بد حتى يسموها مسألة العوض أصلا عندهم الحسن والقبح مسألة الإيلام ومسألة العوض ومسألة الأجال دي كلها في باب معين يعني فإذن عند هؤلاء المعتزلة أن الضرر اللي هو بمعنى الألم وكذا 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 لا يمكن أن نصف بالله سبحانه وتعالى إلا إذا كان في مقابل عوض فهنا يكون في حقيقته ليس ضرر وإنما ضرر مؤقت بعد ذلك ينقلب إلى نفع طيب وأنت يا أشاعر يقولوا إحنا المسألة محلولة عندنا مسألة أولا أنت عندك أن الله سبحانه وتعالى هو خالق حتى خالقوا أفعالنا للمسألة أخرى خالقوا أفعالنا الله سبحانه وتعالى أنا أفهم كلمة ضار في إطار أنه سبت له العدل وأنه حرم الظلم على نفسه وقال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فإذن تفهم لازم تفهم الضار النافع مع العادل الذي لا يظلم تطلع النتيجة في الآخر أن سواء عرفت حكمة هذا الضرر أو لم نعرف فهو حسن من الله سبحانه وتعالى فإذن أهل السنة جميعا يقولون أن الضرر قد يكون لنفع وإذا لم نكتشف حكمة النفع فيه فهناك حكمة خافية لكن يجوز لأن الله لن عند الضمان أنه لا يضرها كذا بدون ضوابط العدل وعدم الظلم وكذا وكذا حضرتك تحدثت على أبو بكر بن العربي وطبعا من كبار العلماء وله كتاب الأمد الأقصى هو يقول أن ما يصيب الإنسان من ضرر في الدنيا هو لا يسمى ضررا إلا إذا سميت الدواء ضرر لأن الله سبحانه وتعالى يضر الإنسان وطبعا ينفعه ليضره لمصلحته قال نحن ندي منتهي منه لكن لا أسميه الضرر إنما يعني الضر هنا بمعنى ألحق به ما يتألم به فقط إنما هذا ليس ضررا بمعنى أنه عمل قبيح لا يصح أن يصدر من الله سبحانه وتعالى أو ذهب المعنى السلبي للضرر طيب إيه الضرر عندك الحقيقي يا شيخ الجليل يقول الضرر الحقيقي هو هو العذاب النار دخول عذاب النار هذا هو الضرر الحقيقي والنفع الحقيقي دخول الجنة وربنا هنا بهذا المعنى نعم يضر وينفع لكنه يضر المستحق لأن الذين كفروا يستحقون العذاب والمؤمن أيضا يستحق السواب فإذن لا معنى لأن نفهم أنه ضر في الدنيا بمعنى أنه يعني يلحق الأذى بوصف أن هذا الأذى قبيح فعله إنما الضرر الحقيقي والنفع الحقيقي ليس ما يحدث في الدنيا وإنما ما يحدث في الآخرة وكل من أهل الجنة وأهل النار يستحقون هذا فهو فعل ما يستحقون يعني هو ضرهم بما لن يستحقون الضرر ويستحقون النفع هنا ممكن أطلق على الله سبحانه وتعالى أنه ضر بمعنى الألم إله من الغير لكن لأن الغير يستحق هذا الإله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا النفع الذي لا ضرر فيه ونعود به من الضرر الذي لا نفع فيه فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الجمع الأزهر ورئيس مجلسي حكمان المسلمين سنواصل الحديث عن اسم الله تعالى الضرر النافع في الحلقة المقبلة بإذن الله